من العزاب عم بشوفك تبني امال بالفترة الماضية كنت سعيد في فترة من الفترات وحاب انك ترجع هاي السعادة لحياتك عم بتحاول بكل العم بشوف طاقة بعد عندك بالفترة الماضية كنت تفكر بالبعد اما عن اشخاص او عن الجو المحيط واك انك مليت من الوحدة فناوي تغير في هذا الموضوع عم بشوفك بتدخل حفلات واجتماعات يعني تحاول تندمج ممكن النية تكون عشان تلاقي ارتباط او تلاقي شخص او تكوين حتى صداقات جديدة بيين عندي فيه شخص ممكن يكون جديد عم يكون عنده فيه كتير طيبة ممكن يكون ناري او مائي او لا ناري او هوائي هذا الشخص ما عم يكون كتير غني لكن عنده ثقافة بشكل مش طبيعي عنده حكمة في المواضيع بكافح طموح هذا الشخص عم يبني حياته من الصفر ويمكن انت بتساعده او رح تساعده في الموضوع شخص عم بتطلع عليك من فترة انت عاجبه لكن عم بيكون نفسه او عم بيحاول يخلق اول شي صداقة بيناتكم لكنه شخص طيب للغاية ممكن يكون شخص شوي كبير بالسن يمكن الحكمة جاي من هذا الموضوع لانه كبير شوي بالسن مر بكتير تجارب وطالع من تجربة من فترة فعم بيحاول يلاقي فيك مش البديل خلص انه مل كتير من العلاقات ومل من الخضلان فناوي على ارتباط هذا الشخص يعني مش بس على حب لانه من النوع من الاشخاص اللي كلما يدخل علاقة بيكون ناوي على جدية هو شخص جدي كتير سيريس في الحياة فعم بيكون شخص كتير حلو لبرج الميزان يعني اذا طلعلك هذا الشخص خاصة من برج هوائي بتمنى انه يعني توافق او تمشي في هاي العلاقة فلا انها تكون رح تكون الخير لالك فيها فيها مستقبل فيها توديع يعني هذا الشخص رح يفرحك كتير وكأنه عم بيكون هو فارس احلامك لكن رح ازعل كتير منكم لو ما قبلتوا في هذا الشخص او فكرتوا بس بالمادة فاذا بشرة حلوة يعني ورق حلو للعزاب للعزاب اللي ما عندهم ابدا حدا في حياتهم او حدا عم يستنوا خلينا نشوف المتزوجين والمرتبطين اللي مش منفصلين من برج الميزان ان شاء الله يكون حلو تكون الطاقة فيها حلوة عم بك تشوف امرأة كبيرة بالعمر وكأنك عم بتكون معاها مش على وفاق لكن ما في هديك المشاكل الكبيرة يعني عم بيكون في مصالحة عم بيكون في مصالحة مع هذا الشخص اذا للمتزوجين في بشرة حمل ممكن تكون او في حمل من الاصل وعم يمشي على خير هذا الموضوع في نوع من العدل والميزان رح يكون في فترة تموز لبرج الميزان هذا الكرت الثاني اللي بطلع معي اللي هو يعني كرت العدل اللي هو تاخد حقك من بعد من سلب منك هذا الحق للمتزوجين عم بتقول خلاص طفح الكيل عم ترسم العلاقة اللي انت بدك اياها في الزواج واكنه مجرى العلاقة ما كان كتير يعجبك لكن عم بشوف في فرح وفي سعادة في اكتر من كرت للمتزوجين اذا وراء حلو كتير للمتزوجين نشوف المرتبطين اللي هم مش متزوجين ومش منفصلين لبرج الميزان اذا لشهر تموز يوليو بالنسبة للمرتبطين ان شاء الله يكون في علاقة جدية في الطريق نشوف بالنسبة للمشاعر في حب حقيقي من الطرف الاخر في اندفاع نحوك في اشياء بتجذبه فيك ما شافها بناس من قبل او في علاقاته القديمة بشوفك عم بتكب شغلة ورا ظهرك وتتبنى الجديد وتكون مع الشخص الحالي كتير رزين وكتير بتوزن الامور وكأنك تعلمت من اخطائك القديمة وعم بتطبقها في علاقتك الجديدة عم بشوفك كتير سعيد وخاصة المرأة من هذا البرج من الميزان عم بيكون في نوع من السعادة في ربيع حواليها يعني في بشائر في اشياء حلوة ممكن يكون في سفر اما للشريك او انتوا مع بعض في انتقال مكان عم بشوف الشريك عم بيخطط بس بتنا نشوف لشو عم بيخطط ان شاء الله تكون خطة حلوة يعني يكون في ارتباط ممكن يكون في فرصة ارتباط كبيرة ولكن عم بتكون متسرع وأكنك بدك تتزوج وخلص يعني نتيجة عن الملل مش نتيجة عن الحب لكن في سعادة في فرح في نهاية هاي العلاقة رح يكون من بعد تعب ومن بعد ممكن يكون في علاقة ثلاثية انت عم تخلص من هاي الطاقات وتمشي لقدام مع الشريك في خطوات ثابتة لبرج الميزان خلينا نشوف مثلا اللي هم المنفصلين تعبانين شوي من الانفصال نشوف في رجعة هذا الشهر وقديش نسبة الرجعة وكيف عم بيفكر فينا الحبيب الشخص اللي تاركينه والله مشغول شوي الطرف الآخر حاسس بحيبة أمل ممكن القراءة تكون عكسية نغدر من كتير من أشخاص على مستوى العمل ممكن يكون والعاطفة يعني لأنه مبين كتير في جروحات عم بيعاني منها او عم بحاول استشفاء منها الشريك عم بيكون في حوالي مشاكل ومنغصات يمكن الشريك بيكون مدمن ممكن يكون مدمن وعم بيخطط انه يطلع من هذا الإدمان وكأنه الإدمان كان من الأسباب اللي باعدة بناتكم ممكن أنت عم تاخد قرار يمكن بالموافقة على الرجوع أو لا في البداية ممكن تكون مقرر الإبتعاد لكن ناوي على الرجوع الطرف الآخر ناوي على الرجوع وشايفة فيه سعادة عندك وكأنك رح تكون يعني رح تكون كتير سعيد على فكرة هذا الارتباط ممكن يؤدي إلى زواج لكن في الفترة الحالية ممكن يكون فيه رجوع ارتباط رح يكون شوي مأجل لبرج الميزان خلينا نشوف إذا فيه علاقة ثلاثية شوف هو كان عم يحكي مع أكثر من حدا في سبيل انه يتسلى أو عشان ينساك مثلا لكن عم بيفكر فيك بين الفترة والثانية لكن عم بيفكر فيك بجدية لأنه انت كأنك نفهم انه علاقة جدية وارتباط وكأنك كنت عم تتعامل معه بهاي الطريقة آخر فترة فهو عم بيحسب كتير حسابات قبل ما يرجع وكأنه انت كاشفه يعني كاشف كل العيبه اللي لعبها قبل هيك وعم بيكون خايف منك لأنك انت شفت حقيقته لكن عم بشوف فيه فيه رجوع فيه رجوع وفيه تغيير بهيئة الحبيب يمكن انتهى من الإدمان أو عم بيحاول انه فهذا هو اللي نبين بالورقة كمان مرة هاي الورقة التانية عم بيحلم في الاستقرار هو كان مبسوط في اللي هو انتقال من علاقة لعلاقة لكن عم بيكون بالفترة الجاي عم بيفكر بالاستقرار وعم ياخد قرار كتير قوي في هذا الموضوع اذا راجع لك على نية زواج ممكن يكون زي ما قلنا اللي هي اول شي رجوع بشهر تموز لكن الارتباط ممكن تكون فيه اشهر قادمة لكن فين هي للارتباط من الطرف الاخر خلينا نشوف اذا فيه نصيحة من الكون او الهام ممكن يلهمنا في الصعيد على صعيد او اكتر من صعيد نشوف شو الورق ممكن يطلع لنا لبرج الميزان برج الميزان بيقولك انت بيقولك اطلع من الحال اللي انت فيها حاول الاستشفاء حاول الاستشفاء من الطاقات السلبية اللي انت فيها من الجروحات الماضية عشان تحصل على السعادة هذا الشرط الشرط انك تطلع من هاي الطاقة السلبية اللي هي الطاقة ممكن تكون انتقام طاقة ويقولك انك تكون متوازن بقراراتك بالفترة الجائي ممكن تكون متهور بشهر سبعة فبيقولك لأ كون أكيد من القرارات أو من الأحسن ما تاخد قرارات في هاي الفترة إذن بحكي لك اطلع من الطاقة اللي أنت فيها لأنه ما عم بيسبب لك إلا أنه يدخل أشخاص صلبيين ممكن تجذب أشخاص صلبيين إذا كنت كمان عم بيبشرك في فرحة في موضوع كنت عم تستنى فيه كتير فبيقولك يعني ما تشغل بالك في صغائر الأمور يعني تطلع لبعيد شوي طلع لبعيد يا برج الميزان وما تظل لك تفكر في التفاصيل التفاصيل الأمور بالإجمال كتير حلوة والنصيحة كانت حلوة بالورق فيعني شهر حلو لبرج الميزان بنسبة 90% ممكن يوصل يعني من أحلى التوقعات اللي مرت فبتمنى لكم شهر كتير حلو حبايبي ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة